في محطتها العشرين وصلت قافلة ستر وعافية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى قرية المعصرة وتوابع بمركز ملاوي بمحافظة المينيا فالمشهد الذي اعتدناه قافلة شاملة تخدم جميع الفئات خاصة الأسر الأولى بالرعاية فهنا نجد المدرسة الحقلية والتي تستهدف دعم المزارع وعطاءه الإرشادات لتحسين مستوى محصول القمح والزراعته وذلك في إطار مبادرة إزرع دي رابع ندوة نعملها فدونا بصراحة بمعلومات يعني إحنا كنا نجهلها تماما جرات لو كان يجيب أردب لربع ودراته بيجيب أردب وأزيد من الأردب إنها بصراحة التجاوة ندلت عشر على عشر وفرت لنا التجاوة بأجل سعة وبيتابعونا وبيدونا وعي كافي لرعاية محصولنا في الأرض الزراعية نشكر التحالف الوطني وبنشكر الهيئة الإنجلية لأنه وفرت لنا التجاوي التجاوي بره كانت سوكسو دا كانت غالية وتضمنت القافلة الكشف على الماشية وتقديم كافة العلاجات اللازمة في التخصصات المختلفة للطب البيطاري أول مرة جينات القافلة وجيت لجيت دكتور كواس محترم جدا شاف الطلب اللي عنده عمله الحمد لله جيبت المواشي ودتها الجرع اللي هي عوزها وبرك الله فيكم وقصرتوش في أي حاجة السيسي ربنا يكرمنا ويزيدوا كمان وكمان عملنا حيات حلوة بصراحة وكل حاجة حلوة ودائما عيادات طبية تشمل العديد من التخصصات ليستفيد من الأهالي المتواجدون بالقافلة لتوفر عليهم تكاليف الكشف والعلاج والمتابعة خفلة دي أضافة جديدة ما كناش نتوقع أن يكون بالحجم دويتي علاج متوفر وناس مع عملتها كريمة الله يبارك لهم مية مية والله عملونا حاجات حلوة جاوية وفيدة للبلد جدا كنا فعلا محتاجين رعاية أكشف نظر والحمد لله ده كتر على كفاءة وكفاءة عالية شكرا على اللي عملينه وربنا يكف معاكم سايما وقفين مع الشعب هذى بخلاف القطاع الطرفهي من خلال كرنفال للأطفال وتوزيع ألعاب وهدايا وأنشطة طرفهية حفلة جميلة وكتر خيركم على اللي انت ملتودة يعني احنا فحنين جدا بيها اليوم جميل النهاردة جاي ألعب مع صحابي وده حاجة تفسسنا جدا كأولار وكده لعبنا حاجات كثيرة بحب كل اللعب اللي هنا ونفسي ألعب معاهم موسودة جدا أنا وعمل فقرات كثيرة وأنا بحب الفقرات دي جدا ولعب دي كمان جدا أحلى يوم بحيد والله يعني بالإضافة إلى أقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة لجميع الفئات وتوزيع مواد غذائية من خلال حملته ترقي الأبوهب ربنا يبارك فيكم وجزاك الله خير كتر خيركم ربنا يجعلكم فهل الخير دايما يا رب أقول لهم ألف شكر ألف شكر ربنا يزعلوا في مزان حسنات موسودة كما اهتمت القافلة بشق التنكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى والمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات مشكلت بالبنك اللي أنا خدت فلوس في شسدت حاجة جاي عشان أقدم مشروعي مشروع تقتل أشجار ووسع مشروعي وأبدأ أعمل فاحمه كده فرحان أنت هتعملوا مشروع والله موسيقى فاهم في تنظيم وتقديم الخدمات نحو ثلاثة ألف متطوع وتنفيذية بمشاركة أكثر من أربع عشرة جمعية ومؤسسة يعملون تحت مظلة التحالف الوطنية القافلة التي استفاد منها نحو خمسة وعشرين ألف مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية موسيقى موسيقى